السلام عليكم هذه أخطر نوع من فئة الأفاعي من فئة الأفاعي في سلسلة جبال الطويق وفي غيرها من البيئات الصخرية والجبلية وأوديتها في المملكة الرقطة وحديب وحديب الضميان وحديب الجبل وشيطان الحماط أسماء عامية لها بينما تسميها المصادر المتخصة أفعى الحراش في المنشارية وأيضا أفعى السجاد الشارقي نسبة إلى تشكيل البقع على جلدها في تشبيه بشكل السجاد الشرقي وتكمن خطورتها في شدة سميتها وسرعتها في الهجوم ثم في أنواحد تفتح ممها وتفرد نابين من سقف الفم وتغرزهما في جسد فريستها وتحقنه بسمها الذي يفوق خطورة سم أفعى أم جنيب وإذا استفزت الرقطة تصدر صوتا ملفتا ناتج عن احتكاك الحراشف التي تغطي جسمها ويكون بهذه الهيئة ومن أبرز الأماكن التي ينبغي توخي الحذر منها في بيئتها الجبلية والصخرية تلك الأشجار التي تحتها ماء أو رطوبة إذ تكمن الرقطة فيها ترصد فرائسها من الطيور ومع كل ما ذكر يبقى التأكيد على أن الأفاعي والثعابين بما فيها السامة بهائم تخاف في طبيعتها الفطرية من البشر وتهرب عنهم لكن قد يتحرك الغافل في بيئتها ولا يدري أنها في طريقه وتفسر هي الحركة القريبة منها بأنها خطر عليها ثم تنطلق كي تهاجم دفاعا عن نفسها وسلاحها الناب والسم ولو تعرض إنسان لعضة منها فأن المبادرة بالأسعافات الأولية الصحيحة ثم سرعة الذهاب إلى مستشفى تتوافر فيها الأمصال المضادة ثم تلقي العلاج كل ذلك سيكون عاملا هاما للنجاة بإذن الله لا سيما أن في المملكة مركز يتمتع بمكان مرموق في المنطقة اسمه المركز الوطني لإنتاج اللقاحات والأمصال ومقره الرياض يتولى صيد الأفاعي والثعابين السامة من بيئاتها المختلفة في المملكة وينقلها إلى معامله حيث يستحلب منها سمومها وينتج منها الأمصال المضادة المطلوبة ويؤمنها للمستشفيات